يبقى خلصة وانسى سؤال القصة ونخش على بعده يلا بنا نبدأ الفيديو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كلام مهم من وزير التربية والتعليم وخبر في منتهى الأهمية لطلاب الثانوية العامة عشان في الامتحان لو اتفاجأت النشيط اللي جاء اللي معاك لقيته ملون هنشوف وزير التربية والتعليم قال ايه على الموضوع ده تاني حاجة واهم جزء في الفيديو اللي هو أسئلة القصة هنبتدي باللغة الانجليزية ونحاول نسهلها عليكم واحدة واحدة أول حاجة النهاردة هيكون في معانا مذكرة فيها كل أسئلة القصة اللي هي التفكير العالي أسئلة القصة هتجيلك هتكون عبارة عن سؤالين في القصة السؤالين دول بنسميهم اللي هو high critical thinking أو تفكير عالي يعني ايه تفكير عالي والشيط ده عبارة عن ايه تابعوا معايا الفيديو ما سوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو لو دي او مطرق علي اشترك في القناة وفعر زر الجرس ويعرفني رأيك في التعليقات على ملزمة القصة اللي حطتها النهاردة الملزمة دي ان شاء الله رب العالمين مش هيخرج عنها الامتحان طلاب اللي امتابعيني من سنة واثنين وثلاثة قبل كده عارفين لما بيقولك الملزمة دي مهمة ولاسئلة دي مهمة بيجزء كبير منها في الامتحان مش لازم بنفس النمط نفس السؤال ولكن الفكرة بتاعت السؤال نبص على الخبر مع بعض خبر وزير التربية والتعليم هتلاو على اليوم السابع بيقولك ايه لا مشكلة في استلام الطالب السنوية العامة نموذج اجابة ملون اثناء الامتحان اول حاجة لازم نكون متفقين ان اسئلة الامتحان هتكون كلها موحدة على مستوى الجمهورية يعني زيك زي زميلك اللي جنبك اموال ايه اللي هيختلف هيختلف ترتيب الاسئلة الاسئلة عندك مترتبة بشكل مختلف عن صاحبك طب بالنسبة للموذج الاجابة نموذج الاجابة هيكون ملون ممكن مع بعض الطلاب يكون ملون الوزير التربية والتعليم قال مفيش اي مشكلة ما تقلقش اهم حاجة الكود اللي بيكون مكتوب على نموذج الاجابة واسمك طبعا بالكامل نقطة تانية بالنسبة لكتاب المفاهيم الطلاب بتقول يا مستر هل ممكن نخش بورق نلخصه ونخش بيه الامتحان لا ما ينفعش طب كتاب المفاهيم هل نستلم قبل امتحان بيومين والكلام ده برضو لا انت هتستلم كتاب المفاهيم داخل اللجنة اثناء الامتحان او من امتحان هيبدأ هتستلم كتاب المفاهيم ينفع تخش بورق او اي ملخصات معاك ما ينفعش الكلام ده نهائي بص كده معايا على تفاصيل الخبر على اليوم السابع وزير التربية والتعليم بيأكد ان مفيش اي مشكلة تماما في استلام الطالب اثناء عقد الامتحانات اي نموذج لقراصة الاجابة البابلشيت في المواد الدراسية المختلفة ويكون ملون لان هي نفس الاسئلة والاختلاف في ترتبها وده عشان يمنع الغش واهم حاجة البر كوت اللي هو بيكون موجود على البابلشيت وورقة الاسئلة هتستلم ورقة اللي هي فيها الاسئلة وعندك ورقة الاجابة اللي هي الخاصة بالمسي كيو او الاسئلة المتعدد وكمان هيكون معاك كراصة اجابة تانية للاسئلة المقالية وكمان هيكون معاك كتاب المفاهيم كل ده هتستلمه ان شاء الله في بداية اللجنة تمام لحد هنا مفيش اي مشكلة مش عايزك تتخضى لو لقيت كراصة الاجابة بتاعتك شكلها عجيب شوية من تلونة الكلام ده انسى عادي فيش اي مشكلة نركز دلوقتي على امتحان اللغة الانجليزية عندنا جزء اختيار متعدد وجزء التاني اللي هو المقالة وفيه عندنا سؤالين قصة وسؤال اللي هو تكتب شورت اسي او مقالة صغيرة مقالة صغيرة هزبط لكم الدانية ان شاء الله في فيديو تاني النهاردة هنتكلم على اسئلة القصة ركز معايا على سؤالين القصة علشان نضمنهم وننسى الموضوع ده الاخر كده السؤالين بتوع القصة هيجوا حاجة اسمها تفكير عالي يعني ايه تفكير عالي؟ يعني High Critical Thinking طب انا فهمت ايه ولا حاجة ببساطة يعني هيسألك في رأيك يقولك مثلا سؤال زي عامدين هنا لو انت كنت قردت القصة اللي بتاعت ال Great Expectations يقولك ايه؟ هل تعتقد ديو تينك هل تعتقد ان القصة ديت هل تعتقد ان هي قصة جادة؟ قول رومانتك ستوري ولا قصة رومانسية؟ وليه؟ من الاخر هتقول رأيك يعني هيجيب لك حتة من الاحداث ويقولك رأيك فيها ايه؟ او لو انت كنت مكان بب لو انت كنت مكان البطل ده كنت هتعمل ايه في الحدث اللي حصل ده مثلا لما هو اكل السجين والكرم كنت هتعمل ايه في الموضوع ده؟ فانت المفروض هتجاوب في سطرين حد اقصى ثلاث سطور هتقوله مثلا لا اعتقد ان القصة ديت رومانسية ولكن اعتقد ان هي تراجدي ومش رومانسية طبعا هتفكر لو انت عارف احداث القصة هتلاقي ان بيب كان بيحب استيلة من طرف واحد فهتقوله عشان ده كان حبه من طرف واحد فبالتالي ما هياش Love Story خلاص كده انت اقفلت الجزء ده اقفلت القصة طبعا انا اعرف من ايه الكلام ده اول حاجة طبعا لازم تفهم الاحداث ثانيا وده الاهم هسيب لك ملزمة فيها كل الاسئلة اللي هي التفكير العالي وان شاء الله رب العالمين مش هيخرج منها الامتحان مش نفس السؤال بالنص ولكن نفس الفكرة العامة بتاعت السؤال ضرب على الاسئلة دي كواس جدا وان شاء الله رب العالمين هتدعي ليه بعد ما تخلص الامتحان الملزمة ما هياش حكر هتلاقي موجودة على نت ولكن انا بخبرتي الصغيرة عارف ايه هي الملزمة الممتازة واللي هيجي منها الاسئلة في الامتحان عشان كده بقدمها لك على طول تعبش نفسك وتدور فيديو جا ان شاء الله هنحل مشكلة جديدة لو وصلت معي لنقطة دي تعرفني انهي مادة نخش عليها ونحل لك مشكلتها ان شاء الله في الفيديو القادم الله المستعان واشوفكو في فيديو جديد